لماذا لم تصرح موسكو بأسباب إلغاء زيارة وزير الدفاع والخارجية إلى تركيا نعم مصال خير لك ولسادة البشريدين وضيفك الكريم بالنسبة للسبب الذي لم تعلق موسكو بها في ما يتعلق بتأجيل هذه الزيارة بطبيعة الحال ليس هناك ربما من سبب واحد وإنما عدد من الأسباب قد نعرفها في خلال الأيام القليلة القادمة ولكن المرجح أن هناك ربما نقطة مهمة جدا وتفيد بها بعض المصادر في موسكو وهي أن تأجيل هذه الزيارة جاء بناء على طلب تركيا التي طلبت من موسكو ربما وقتا إضافيا لحس حكومة الوفاق الوطني على الموافقة على الشروط أو بعض الشروط الواردة في إعلان القاهرة ومنها بشكل خاص ربما حل الميليشيات المسلحة طبعا هناك ربما نقاط خلافية أخرى لتتعلق بالوفاق فحسب وإنما بالوضاع العامة التي تسود العلاقات بين موسكو وأنقرة في الفترة الأخيرة ولكن أنا أعتقد بأن السبب الرئيسي يعود إلى رفض حكومة الوفاق القبول بإعلان القاهرة وربما بموقف موسكو الذي يلتقي بطبيعة الحال مع ما ورد في هذا الإعلان ولكن إذا كان حالها كذا سيدي إفجيني فنحن أمام يعني حضرتك تفضلت وقلت أن سنعرف الأسباب في الأيام المقبلة وإن كان من المرجح أن يكون أنقرة طلبت مزيد من الوقت حتى تقنى حكومة السيد السراج بنزع سلاح الميليشيات إذا كان الأمر بهذه الدرجة من السرية ألا تجد أننا أمام صفقة ما بين روسيا وتركيا فيما تعلق بليبيا ربما هناك أحاديث وشيعات تدور حول هذه النقطة والأكثر من ذلك أن هناك البعض يحاولون أن يجدوا علاقة ما بين الملفين السوري والليبي ومن يسمي صفقة المقبلة المحتملة برأيهم بصفقة ليبيا مقابل إدلب أنا لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين هذين الملفين لأن التطورات في إدلب وفي سوريا بوجه عام تتطور حسب سيناريو مخالف تماما لما يجري في ليبيا أضف إلى ذلك أن احتمام موسكو بالملف السوري أكبر بكثير منه بالملف الليبي وبالتالي لا أعتقد أن هناك علاقة أو صفقة ما يتم الإعداد لها في الوقت الحاضر ولكن الأمر الآخر هو أن هناك احتماما بالغا من قبل قيادة البلدين أي قيادة روسيا وتركيا على مستوى القمة على مستوى رئيسي البلدين وأعتقد أن هناك ربما خطة مشتركة لم يكشف عن محتواها حتى الآن بشكل كامل ولكن ربما هذا الاتفاق سوف يكون على غرار ما جاء في أثناء اتفاق روسي تركي حول إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر